اشتركوا في القناة الموجود في الاسد في منزلة الزبرة وهي للربح والحرية والصلاح والاصلاح وحكينا ان تأثير القمر لما بيكون موجود في الاسد بيكون الناس منحولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا عليه من الناحية المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة وبوسعنا اقتراض المال واستثمار والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين النا اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل خلال هذا النهار اول زاوية رح تكون هي بعد الحلقة زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر والشمس وهذا الربع الاول لهذا الشهر ورح تكون هذه الزاوية في تمام الساعة ثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتخلق او بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار بتتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقتنا او علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية برضو سلبية رح تكون اقتران سلبي بين عطارد وارانوس رح تكون في تمام الساعة ثلاثة واربعين دقيقة فجرا هاي بتصيبنا بحالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا ايجاد حل المسائل كما انها شوي بتخلينا عصبيين المزاج وبنرتكب الاقطاء والتهور كما انه وقت غير صالح للشراكة او يعني لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة اما بالنسبة لدوليا هاي بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في البلاد وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة او لصالح اليمين وبتشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية احتمال وقوع تفجيرات او زلازل في بعض الاماكن وممكن تشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة او الكتاب للمتابع القضائية او للاعتقال اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية رح تكون زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 11 و15 دقيقة ظهرا بتتأجج العاطفة اتجاه الجنس الاخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجالات الفنية زي التجميل والديكور فبيتحسن عطائهم وابداعهم طبعا بالنسبة لخلو المسار رح نحكي عنه بكرة في حلقة الغد بالنسبة لحكينا ان خلو المسار هو بكرة يوم واحد خمسة رح يكون في تمام الساعة اربعة بتوقيت جرينتش مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 35 دقيقة صباحا من يوم اثنين خمسة عشان هيك قلنا بكرة بعد الحلقة لان خلو المسار بكون تقريبا بخلال حلقة الغد طبعا بعد انتهاء خلو المسار بنتقل للعذرة عمر القمر القمر انحسار المربع ثمانة ايام في تمام الساعة 38 و34 دقيقة صباحا بصير عمره تسع ايام نسبة الاضاءة 50% يعني مربع كامل اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج منتحس القمر في الاسد حتى اثنين خمسة المزاج سعيد عطارد في الثور حتى يوم 11 خمسة المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى 13 خمسة وبعدين تبدأ عملية التراجع مزاجها سعيد المريخ في الدلو حتى 13 خمسة المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين تبدأ عملية التراجع المزاج منتحس زحل في الدلو حتى 11.05 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15.08 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى يوم 23.06 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم فترة مثمرة إيجابية بتنجح حملة الترويج أو ترويج لأي سلعة عشان هيك بدك تكون جريء في الطرح بتتصارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض بكون جيد خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم المعنويات أحسن يعني فيه تحسن واضح اليوم على نفسيتك وعلى معنوياتك بتقدر اليوم تنجز كثير من المهام والأعمال بشكل جيد أما بالنسبة للوضع المالي بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني بكون فيه نوع من أنواع المصاريف أو الدفعات أو بعض يعني الارتباك المالي بكون عليك خلال هذا النهار يعني شوي هاي الأمور بتأزم ممكن مصاريف أو ديون أو أشياء لها علاقة بالدفعات في منكم ممكن يحصل على بعض الأموال اللي بتعود له مثل راتب أو أموال زي سلف أو نوع من أنواع الدعم ولكن أنه المصاريف الزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الحركة والاتصالات والنشاط وعندك سرعة بديهة عالية تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار وبممكن أنك تحقق أشياء إيجابية اللي عندهم دراسة أو امتحانات خلال هذا النهار بتكون إيجابية في نوع من أنواع الاهتمام رح يكون على المواصلات والاتصالات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف البيت الرابع شوي في نوع من أنواع الضغط ممكن بيوترك شخص من ضمن أفراد العائلة أو بعض المشاكل البيتية ممكن بعض الاجتهادات أو التصليحات أو الترميمات أو المشتريات ومنها ممكن يكون فيها شوية عبئ أو ضغط عليك أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني إجمالا الأمور على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وفي منك رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور على مستوى بيت الشراكة شوي فيها نوع من أنواع الإيجابية أو التفاهم أو التأقلم ما بينك وبين الشريك اللي هو الزوج وبتكون الأمور برضو جيدة وإيجابية إلا أنه في ساعات الظهر ممكن يصور في حد حدية أو يعني نوع من أنواع العصبية أو على موقف معين أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فعشان هيك بتتعاملوا على طبيعتكم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمسائل أو أوراق قانونية وهي بتدعمك بشكل إيجابي اللي عندهم امتحان جامعي أو دراسة جامعية اليوم بيكون لصالحهم أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة فهو جيد وارضوا بمنحكوا نوع من أنواع الطاقة الإيجابية لإنجاز كثير من الأعمال وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم من ضمن مؤسسات كبيرة ممكن ينجزوا أعمال اليوم بالتعاون ما بينهم وبين زملاء أو رؤساهم بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايف أنه في نوع من أنواع الضغط على بيت الأصدقاء وهذا الإشي يحمل لك نوع من أنواع الأخبار السيئة بتتعلق بصديق أو معرفة أو ممكن هذا الإشي يصير معاك أنت شخصيا فعشان هيك يحاول أنك تمسك أعصابك وما تتوتر أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تدير بالك من ضغوطات بيت المتاعب اللي بتجيب بعض التعب المفاجئ أو الأعراض الجانبية الصحية أو نوع من أنواع الأرق أو القلق من مسألة معينة برج الثور تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم هذا النهار بتجدوا تعاون من أفراد العائلة بتلمس توتر على الصعيد الشخصي أو على الصعيد العائلي يعني حاول أنك تتخلى عن المواقف المتحفظة أو اللي بتكون متصلب برأيك فيها اتجنب العمليات الجراحية في هذا اليوم وحاول أنك أنت تأخذ يعني فترة متقطعة من الراحة لأنه بيت المتاعب بيكون ضغط عليك حاول أنك تستشير طبيبك أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم شخصيتك متقلبة ما بين إيجابية وسلبية يعني ما في استقرار على المستوى النفسي لا إيجابي ولا سلبي وممكن يصير أي شيء وترك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى المال ولكن برضو بالمقابل في مصاريف وفي التزامات أو في اهتمامات مالية ممكن ديون أو برضو حاول يعني بتحاول أنك تجد مخرج للالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ما بالنسبة للنشاطاتك واتصالاتك أو حركتك يعني روتينية وفي اللي عندهم امتحان اليوم ما يعتمدوا على الحظ بدهم يعتمدوا على الدراسة أكثر شيء أما بالنسبة للبيت الرابع فهو كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس يعني شيئا ما جيد على المستوى العاطفي يعني بيجيب لك أشياء إيجابية ولكن أنه من بعد ساعات الصباح بيصير روتيني على حسب طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة للبيت السادس فبتقدر اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة أو ممكن يكون عندك أعمال تتراكم عليك يعني بمعنى آخر أنه هو مش روتيني بتقلب ما بين إيجابي وسلبي أهم إيشي أنك تنجز الأعمال الضرورية وتحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى البيت السابع شوي في نوع من أنواع الضغط على المستوى العاطفي مع الشريك شريك المال أو شريك العاطفي وهو الزوج والزوجة فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر وخصوصا في ساعات الصباح أو في ساعات الظاهرة يعني من الصباح للظاهرة في نوع من أنواع التوتر بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأمور المالية المشتركة ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع لحسابات لبعض الأموال اللي ما بتعود لك يعني بتيجي على شكل ديون أو بتيجي سداد ديون أو قروض أو أشياء من هذا القبيل ممكن يكون فيها نوع من أنواع لارتباك أو القلق من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو رح يهتموا بالدراسة والبحوث كلها هاي الأمور الجيدة حتى العمل على أوراق تتعلق بالسفر أو مواضيع الهلاقة بالسفر الخارجي أو مع أشخاص خارج البلاد كلها بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد برضو على مستوى التعامل مع شركات كبيرة أو مع أشخاص من ضمن شركات كبيرة وفي منكم ممكن ينجز بعض الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسه بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زال الوضع فيه نوع من أنواع الضغط بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك إما من علاقة معينة أو من صديق معين أو من بعض التصرفات اللي ممكن تزعجك أما بالنسبة لبيت المتاعب بدك تدير بالك حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وحاول أنك أنت تستشير طبيبك إن دعت الحاجة برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج يا في نزهة يا إما زيارة بيكون عندكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات عندك هذا النهار وحتى الاتصالات أما بالنسبة للبيت الأول فهذا بدعمك بشكل إيجابي فنفسيتك اليوم شوي مرتاحة في طاقة إيجابية موجودة عندك بتقدر تتجاوز كثير من الضغوطات وبتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية بسرعة هائلة جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على المستوى الأمور المالية ممكن تنشط في عمل إضافي وفي منكم ممكن يحصل على بعض الأموال أو بعض الدعم اللي بيجي إما عن طريق منحة أو هدية أو راتب أو أموال بتعود له أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثالث مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت نحكي تقريبا جيدة لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر شوي بيصير في نوع من أنواع الضغط عليك حاول أنك أنت تنجز كل الأعمال البيتية في ساعات ما قبل الظهر في منكم ممكن ينشغل في أمور العلاقة بالمشتريات أو التصليحات أو الترميمات أو بعض المستلزمات البيتية أو يساعد في حل مشكلة معينة بيتية أما بالنسبة للبيت الخامس على مستوى العواطف يعني شوي الأمور فيها نوع من أنواع التقلب في هذا النهار في منكم يعني بحن للحبيب وفي منكم بنزعج من إهمال الحبيب لا إله وبصير في نوع من أنواع التقلب في العواطف خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة فهذا بدعمك بشكل قوي جدا مع الشريك وبيعمل نوع من أنواع التناغم والتفاهم ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع المصالحة ما بين الأزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى الأموال المشتركة فهذا بيشجعك على أنه إذا أنت حابب تسترد أموالها إليك أو أنك تطالب بدين معين أو مساعدة معينة فهذا اليوم إيجابي في منكم رح يهتم ببعض المسائل الغيبية أو مواضيع لها علاقة بالميراث أو المواريث أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بمؤسسات تعليمية أو حتى امتحانات أو أوراق قانونية كلها هاي بتكون إيجابية وبتدعمكم بقوة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة ضاغط عليكم فعشان هيك حاول أنك ما تعمل أي شيء تخالف في القوانين ولا تبادر بأي شيء ممكن يشوه سمعتك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية يعني حتى لو كانت بالتعامل مع زميل بالعمل أو رئيس بالعمل وما تحاول تختلق المشاكل في مكان عملك أما بالنسبة لبيتك 11 فهو ضاغط على علاقتك أو علاقتك الصداقة أو العلاقات المعرفة إما أنه من أشخاص بتنزعج عليهم بأشياء صارت معهم أو أنت بتكون طرف أنهم يستفزوك أو يحاولوا يدخلوا بحياتك فهذا إشي بيستفزك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا نقدر نحكي فيه نوع من أنواع الضغط ولكن أنه أنت بتقدر تتجاوزه أنت مشحون بطاقة عالية جدا بتقدر تتجاوز كل الضغطات خلال هذا النهار برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بتكديروا بالكو وتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة بتعالج استحقاق مالي وأهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقيق بالتفاصيل عشان تطمئن خواطرك يعني نوعا ما ممكن يصير فيه نوع من أنواع التحسن للمعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنك تتفاعل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف يعني شخصيتك اليوم متقلبة ما بين إيجابي وسلبي ولكنك مشحون بطاقة كبيرة بتقدر تتجاوز هاي الضغطات وتشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا أما بالنسبة للبيت الثاني فبيت المال مثل ما ذكرنا ببداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والاهتمام بأشخاص أو النقاشات أو الدخول بمواضيع علمية أو حتى بالامتحانات اللي عندهم امتحانات اليوم بينجزوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت في نوع من أنواع الضغوط ولكنها برضو بتقدر تتجاوزها بتكون الضغوط هاي على شكل بعض الأعطال أو الاهتمامات المنزلية أو إنجاز بعض الأمور البيتية ممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي شيئا ما لغاية ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح شوي ممكن يصير فيه يعني حدث معين يستفزك أو يوترك حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية بطريقة مميزة اللي تستفيد من الطاقة اللي موجودة عاطفيا حواليك اللي ممكن أنها تعوض كثير من الأشياء اللي أنت خسرتها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني تماما على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة فأنت بتتعامل على الوضع على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف على مستوى بيت الشراكة أو بيت الأزواج أو الشراكة المالية يعني الأمور جيدة تقدر اليوم تنجز كثير من المهام أو العمال يعني أو يصير فيه نوع من أنواع المصالحة أو التقارب رغم أنه فيه سوء تفاهم معين ممكن يحدث خلال هذا النهار ولكن أنه بمضي بسرعة وبترجع الأجواء الطبيعية أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى مستوى بيت المال الأموال اللي ما بتعود لك أو المواريث فأنا شايف أنه جيد جدا فاليوم تقدر تطالب بأموال بتعود لك أو ممكن تسترد بعض الأشياء اللي إلك وفيه منك رح يهتم ببعض الأمور الحسابية لقرض أو لنوع من أنواع المساعدات أو التعامل مع مؤسسات حكومية مالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط عليك على مستوى بيت الاتصالات الخارجية بسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك أي اتصال خارجي أو مع أشخاص خارج البلاد حاول أنك أنت تمسك عصابك ما تتوتر وما تنشحن وما تعصب وفيه منك رح يهتم ببعض الأوراق القانونية ولكن رح تكون ضده بالفترة هاي يحاول أنه يعني يرتب أوراقه بشكل إيجابي عشان يتصير لمصلحته أما بالنسبة للامتحانات اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم يعني بده يركز بشكل جيد وبده يقرأ بشكل جيد يستعد له هاي الامتحانات وخصوصا الامتحانات الجامعية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيت السمعة ولكن أنه بدك يدير بالك من التغيب أو التأخر عن عملك أو بعض المشاحنات اللي ممكن تصير ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل وبالتعاون مع زميل بالعمل ممكن تنجز كثير من الأعمال أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فأنا شايف برضو في نوع من أنواع الضغط ما زالت الأمور ضغطة على علاقة معينة أو متوترة بسبب صديق معين هذا الإشي شوي يعني سبب لك نوع من أنواع لإرباك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة يعني بتقدر تنجز كثير من الأعمال اليوم وتهتم بصحتك وفي منك ممكن أنه يهتم إما بشرب أعشاب أو مكملات غذائية برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي يعني ممكن توضح وجهة نظرك أو الاهتمام بمظهرك خلال هذا اليوم بتشعر بالحماسة والفائضة وممكن كمان تنشغل بوضع حجر أساس لمشروع معين أو لفكرة معينة بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة يعني ممكن تبدأ كمان صفحة جديدة في حياتك بالنسبة للبيت الأول طبعا هذا الي احنا ذكرناه بالنسبة للبيت الثاني شايف الأمور إيجابية على مستوى الأمور المالية فهذا ممكن يجيب لك بعض المساعدات أو تحصل على بعض الأموال من عمل إضافي أو بعض الرواتب أو الأموال المستحقة لإلك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني فعشان يكي بنقول لك نقاشاتك وجدالاتك وحتى امتحاناتك بتكون بالشكل الطبيعي اللي أنت معتاد عليه أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن يكون في بعض الضغوطات أو سوء التفاهم هذا الإشي بدك تتجاوز وتشحن حالك بطاقة إيجابية عشان ما تحدث خلاف حاول برضو أنك تنجز العمال المطلوبة منك أو الأشياء اللي مترتبة عليك بدون إثارة المشاكل أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى البيت العاطفي يعني شايف الأمور العاطفية جيدة عندك ممكن اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو المساعدة في أمر عاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال مشحون بطاقة كبيرة خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم بأمر صحي طارئ أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف فيه ضغط على مستوى بيت الشراكة يعني بيسبب لك نوع من أنواع النفور لأنه أنت طاقتك بتكون ضعيفة بعض المقابل إلك مباشرة وبرضو نوعية الزوايا اللي موجودة في بيت الشراكة بتسبب ردات فعل سلبية عشان هيك بدك تحاول قدر الإمكان أنك ما تعصب وما تثور وخلي دائما نوع من أنواع التنازل من طرفك أنت أو المسامحة عشان ما تكبر المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف برضو أمور الأموال المشتركة فيها نوع من أنواع الضغط وهي بتسبب لك نوع من أنواع لإرباك حاول برضو أنك أنت ترتب أمورك المالية بشكل جيد وما تلتزم في أمور أنت ممكن بيكون عندك صعوبة بتزديدها أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايف الأمور على مستوى الاتصالات الخارجية أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد جيد جدا وهذا الإشي بدعم من موقفك وممكن تهتم أو بعضك يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو أوراق أو اتصالات خارجية مع أشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يصير مبانو بين مؤسسات تعليمية تواصل كبير أو أفراد بمؤسسات تعليمية اللي عندهم امتحانات اليوم جيد لإلهم أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة تقريبا بنقدر نحكي إنه جيد أهم إشي إنك ما تجازف بسمعتك خلال هذا النهار حاول تعمل نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فأنا شايف الأمور فيها نوع من أنواع الحدية بتتعلق بأحد الأصدقاء ممكن يوترك بسبب فضوله أو تدخله في شؤونك أو ممكن حتى يحاول يفرض رأيه عليك أو مشكلة ممكن هو بتعرض لها فهي تأزم الوضع عندك تعاطفا معاه أو لأنه أنت رغبا أنك تساعده بس مش عارف كيف دك تساعده أما بالنسبة لبيتك 12 فهو بيت المتاعب أنا شايف الأمور جيدة فعشانك اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة وبتقدر تهتم بوضعك وبصحتك وممكن برضو تهتم بشؤون يعني شوي تكون لها علاقة بالعمل تكون مميزة برج العدراء طبعا بسيطر التعب عليكم حاول أنك تنظم أمورك وأنك تحافظ صبرك المعهود أثناء تصريف أمورك والتعامل مع الغير حاذر من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن يخيب أملك أو تتأخر بعض أعمالك خلال هذا النهار ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار خلال هذا النهار ولا تكون لجوج ممكن يعني أنه ممكن يخذوا لك الحظ أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف يعني شوي النفسية مش نحكي أنها سلبية ولكن أنه روتينية على حسب طبيعتك بيكون بيتك الأول يعني بيت الشخصية والنفسية والهضى روتيني على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية اليوم متقلبة عندك يعني حتى لو حصلت على أموال أنت عندك التزامات وعندك دفعات أو عندك بعض المصريف الأمور المالية شوي فيها يعني بعض الضغط عليك فعشان هيك بتأرقك الأمور المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني برضو على مستوى النقاشات ممكن في لحظات تكون إيجابي ولحظات تحتد وتعصب فمنلاقي نوع من أنواع التقلب حتى على مستوى قدرتك على الإقناع في النقاشات فعشان هيك يحاول أنك ما تعصب وما تثور أثناء النقاشات حاول تنجز الأعمال المهمة يعني إذا كان عندك امتحان أو دراسة أو مناقشة مشروع اليوم بدك تستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الأمور يعني شيئا ما إيجابية ممكن تهتم ببعض المشتريات أو الصيانة أو التصليحات أو بعض الأمور العقارية ولكن برضو بدك تدير بالك من توتر العصاب أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي شيئا ما الأمور إيجابية فهي بتدعمك في بعض المواقف العاطفية أو التعاطف مع أشخاص معينين ولكن حاول أنك ما تعصب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف فيه ضغط على مستوى العمل هذا ممكن أنه يربكك أو يراكم الأعمال عليك ما تقدر تنجز كثير من الأعمال مخك مش يعني مش مركز بشكل جيد بالعمل خلال هذا النهار لبعضكم بده يهتم بوضعه الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور على المستوى هي بيت الشراك المالية والعاطفية برضو نفسه هو روتيني ولكن في ساعات الظهر بدك تدير بالك من العصبية اللي ممكن تقلق مشكلة ما بينك وبين شريكك بالعاطفة وخصوصا الزوج والزوجي حاولوا أنكم تمسكوا أعصابكم في فترة الثلاث ساعات هاي اللي هي فترة الظهر على أساس أنه ما تكبر المشاكل أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور تقريبا روتينية على المستوى الأموال المشتركة فعشان هيك بتتعامل فيها على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو حتى الاهتمام بامتحانات أو بأوراق قانونية أو معاملات سفر يعني فيه شيئا ما نوع من أنواع الدعم بدعمك في هذا البيت ولكن حاول أنك ما تعتمد على الحظ كثير لأنه ممكن الأمور تنقلب في لحظة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف على مستوى بيت السمعة الأمور برضو جيدة يعني بس بنقول لك حاول أنك ما تخالف القوانين وما تدخل بأعمال مشبوهة وما تتأخر عن عملك وما تخلق نوع من أنواع الجدالات ما بينك وبين زميلك بالعمل أو رئيسك بالعمل وبعدها بتصير الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فأنت على خلاف أو على حدية بالطباع من صديق معين ممكن شوي يترك وضعه أو ممكن أنت تنزعج من أشياء هو بتعملها ضدك أما بالنسبة للبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية التوقعات برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة الخاطر بتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية بتعرف لقاءات داعمة أهميش أنك مات ماطل بس تشجع على العمل الاجتماعي لأنه من خلاله ممكن تحقق أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني شوي أنت مشحون بطاقة إيجابية خلال هذا النهار إلا أنه ممكن في ساعات الظهر بس يصير فيه نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الانفعال حاول أنك تتجاوزها بشكل إيجابي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي في ساعات الظهر ممكن يكون عندك بعض الدفعات أو المصاريف أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى النقاشات والاتصالات أو التواصل مع أشخاص يعني ممكن تقنعهم بوجهة نظرك وبرضو عندك قدرة على الإقناع عالية لأمور التسويق برضو ممتازة اللي عنده امتحان أو عنده دراسة خلال هذا النهار بنجز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايفه إيجابي تماما على مستوى البيت وفي نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة اللي بساعدك في مسائل كثيرة خلال هذا النهار منكم ممكن يهتم ببعض الترتيبات أو التصليحات أو الاهتمامات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط عليك على المستوى العاطفي وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباق خلال هذا النهار حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تتحسس من أي تصرف بصير من الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم برضو الأمور يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية بتقدر تنجز كثير من العمال المهمة خلال هذا النهار ولكن حاول أنك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين أحد زملائك بالعمل في منكم ممكن يهتم ببعض المسائل الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فهي جيدة على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبينه ولكن في ساعات الظهر ممكن تحتد مشكلة بسيطة أو سوء تفاهم حاولوا تتجاوزوا وتشحنوا حالكوا بطاقة إيجابية وتتجاوزوا هذه العصبية أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالمحاكم أو بوراق قانونية أو التعامل مع مؤسسات تعليمية كلها هاي إيجابية وبتدعمك بقوة وممكن يجيك خبر جيد من بعيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على بيت السمعة برضو جيدة بتدعمك بقوة وبتعزز مواقفك في كثير أشياء ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال بالتعاون مع زميل بالعمل أو رئيسك بالعمل أو يكون لكوا بعض التعامل مع المؤسسات الكبيرة أما بالنسبة للبيت 11 فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب يعني شيئا ما إيجابي بشحنك بطاقة كبيرة فعشان هيك اليوم تقدر تهتم بشؤونك الصحية وأعمالك المنزلية وبرضو ممكن تهتم يعني في بعض المسائل اللي بتتعلق في بعض الأشخاص من ناحية صحية لكن بساعات المساء بدك تنتبه لأنه الأمور شوي ممكن تصير تضغط أكثر لأنه القمر بيصير في بيت متاعبك برج العقرب بتتركز اهتماماتكم هذا اليوم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أو اللي بيحاول أنه يطور مجال عمله هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها يعني هذا بيت السمعة شوي كل الأمور بدأ تكون محسوبة بدقة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور متقلب اليوم ما بين إيجابي وسلبي في أكثر من مرحلة فعشان هيك ممكن اليوم تتوتر أو تنشحن بعصبية أو يكون عندك نوع من ردات الفعل السلبية حاول أنك ما تعصب كثير يعني حاول تمسك عصابك وتلجم الأمور في بدايتها عشان ما تكبر التوترات النفسية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف على مستوى الأمور المالية ممكن تهتم ببعض الدفعات أو بعض الأمور المالية أو الالتزامات أو حتى بعض المصاريف في منكم ممكن يحصل على بعض الأموال أو يهتم ببعض الدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والإقناع والنقاشات يعني روحك جيدة بالتواصل بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وحتى على مستوى الامتحانات الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن يكون فيه نوع من أنواع الضغط يعني يسبب لك نوع من أنواع الإرباك إما أنها هي أعمالي زيادة أو متطلبات زيادة أو بعض الخلافات البيتية اللي ممكن أنها تكون مربكة في بعض الأوقات حاول أنك تهتم بالمتطلبات البيتية زي ما هي مفروضة عليك وباقي الأمور حاول أنك أنت تطنشها عشان ما تصير مشكلة أما بالنسبة للبيت الخامس بيت العاطفي عندك روتيني ما فيه لا شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت السادس برضو أنا شايف على مستوى العمل يعني الأمور تقريبا مثلها مثل البيت السمعة يعني ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو التعاون ما بينك وبين أحد الزملاء لإنجاز بعض المهام وأعمالك بتقدر تنجزها بشكل إيجابي ولكن بدك تنتبه على وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي المالي والعاطفية هي روتينية ولكن أنه برضو في ساعات الظهر ممكن يصير توتر ما بينك وبين الشريك في مسألة معينة فتحتد وتعصب حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية على ساس أنه ما تكبر وتصير مشكلة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني تماما ما فيه شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو جيد على مستوى بيت الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون فيه نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين مؤسسة تعليمية أو حث أبنائك على الدراسة وفيه منك ممكن يهتم بأوراق قانونية أو مسائل حكومية أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 فيه نوع من أنواع الضغط برضو مستمر ما بينك وبين صديق أو معرفة أو ممكن أنه يوترك بسبب تدخله أو فضوله أو مثلا أنت محرج بأنك أنت مش قادر تقدم له مساعدة في ظرف هو بحاجة للمساعدة فيه أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور متقلب خلال هذا النهار على مستوى بيت المتاعب عشان هيك منقول لك بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد حاول تنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير وحاول تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر برج القوس لليوم الثاني بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو أوراق قانونية طبعا الإتصالات كلها ممكن إتصالات بعيدة ممكن تشارك في حملة أو ورشة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن أنه تفكر في الخروج هيك لأجل أنك بس تغير جو بتفرح لانفراج أو لتسوي مهمة بتكون نتائجها خلال هذا النهار أو بصلك خبر عنه ممكن تهتم بهواية جديدة عندك حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط أما بالنسبة للبيت الأول فالأمور جيدة على مستوى البيت الأول أنت مشحون بطاقة كبيرة وبتقدر اليوم تنجز كثير من المهام أو من الأمور اللي كانت من أرقيتك في الأيام الماضية أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على مستوى البيت الثاني يعني شوي فيها نوع من أنواع الأمور المالية اللي منها ممكن يكون جيد ولكن برضو عليك بعض الأعباء أو الدفعات أو المصاريف اللي ممكن أنها تأرقك أما بالنسبة للبيت الثالث بدك تدير بالك من العصبية ومن النقاشات ومن الانفعال والتهور ما تغامر وما تندفع وما يعني تحاول يعني تنتبه أثناء القيادة على الطرق المفتوحة اللي عنده امتحان أو عنده دراسة اليوم بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن مسائل في ساعات الظهر هيك تأرقك أو تأزم الوضع عندك شيئا ما بسبب تصرف معين أو بسبب يعني حدوث شيء مفاجئ داخل البيت إما مشتريات أو ترميمات أو تصليحات أو بعض الأعطال البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فبيت العاطفة فأنا شايف الأمور برضو روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي رغم أني أنا بشوف أنها إيجابية وبتدعمك في كثير من المواقف ولكن برضو بقولك أنا روتينية خليها روتينية أحسن على أساس ما أعطيك أمل كثير ويكون في بعض الصدمات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور يعني شوي بتقدر تنجز بعض الأعمال خلال هذا النهار ولكن بدك تركز على وضعك الصحي بشكل جيد ممكن تتعاون مع أشخاص اليوم لإنجاز بعض الأعمال وبتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف أنه في ضغط بوترك على مستوى بيت الشراكة فهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية اللي ممكن أنها تشحنك في وقت معين يعني بنوع من أنواع سلبية وخاصة في ساعة الظهر أما باقي النهار يعني بتكون الأمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فروتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى الأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا وبيدعمك بقوة مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك العاشر برضو بيت السمعة ممتاز بيدعمك بقوة فعشان هيك حتى على مستوى السمعة أمورك جيدة وبتقدر تنجز كثير من الأمور اليوم بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة إلى بيت الأصدقاء فما زالت الأمور فيها نوع من أنواع التوتر أو العصبية الي بتشحنك شوي بعصبية إما أنه الشريك بحاول أو الصديق بحاول أنه يتدخل في حياتك فهذا إيش بزعجك أو أنه أنت بتكون منزعج على شيء بتعلق بأحد الأصدقاء وأنت مش قادر تقدم له مساعدة أما بالنسبة إلى بيت المتاعب فأنا شايف أنه الأمور تقريباً نحكي فيها نوع من أنواع الضغط المتقلب خلال هذا النهار عشان هيك منقول لك بدك تهتم بالمهم جداً من الأعمال في إنجازه وبدك تحاول أنك تراقب وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب من شراكة أو من تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية خلال هذا النهار ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرد أو ممكن تحصل على تسوي اللي أنت بتحلم فيها ممكن تناقش مواضيع مهمة وتجتاز امتحان صعب عالج الشؤون العائلية المهمة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور يعني شوي فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى الشخصي رغم أنها تقريبا إيجابية ولكن أنت عندك قابلية لشحن حالك بطاقة سلبية أهم شيء أنك أنت ما تستسلم لهذه الطاقة السلبية الأمور بتصير جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية هي اللي معرقيتك أكثر إشي يعني فيه عندك أعباء أو مصاريف أو متطلبات مالية أو مطالبات مالية بتأرقك بشكل كبير خلال هذا النهار حتى لو حصلت على أموال بتلاقي المصاريف أكثر بس أنه ما تصرفه في شيء مش ضروري أما بالنسبة للبيت الثالث فروتيني على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالتنقلات والاتصالات والامتحانات وخصوصا للي بقدموا امتحانات في المراحل الأساسية أو الابتدائية والثانوية حاولوا قدر الإمكان أنك تدرسوا وتستعدوا بشكل جيد وما تعتمدوا على الحظوظ وانتبه أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت ممكن يصير في بعض الشؤون العائلية اللي تأزم بعض الأمور أو تأرقك أو تعمل تقلب في مزاجك اليوم ممكن تهتم ببعض الصيانة أو الترتيب أو بعض المشتريات البيتية أو بمسألة عائلية صرف أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على مستوى العاطفة يعني شيئا ما الأمور جيدة مش بالقوة الكاملة ولكن أنه برضو يعني ممكن يصير في حدية في ساعات الظاهرة حاول أنك تمسك حالك بس من التوتر من العصبية والأمور جيدة أما بالنسبة للبيت السادس فهي الأمور روتينية تماما على مستوى العمل فعشان هيك يبدك شوي الطاقة عشان تنجز العمال المهمة والضرورية وأهم شيئا أنك تنتبه لصحتك أما بالنسبة للبيت السابع ففي ضغط على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فهذا بسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول أنه أنت ما تتجارى أو تتجاوب مع مشاكل الشريك عشان ما تكبر الخلافات وما تصير مشكلة كبيرة أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني شيئا ما إيجابية وبتدعمك بقوة على المستوى الأمور اللي إلها علاقة بالدراسة أو المراسلات أو الاتصالات البعيدة أو أوراق قانونية أو محاكم أو أشياء إلها علاقة بأوراق حكومية إلها علاقة بالسفر وكلها هاي الأمور لصالحك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف بيت السمعة جيد ولكن في ساعات الظهر بدك تدير بالك وتحافظ على سمعتك قدر الإمكان أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور ضاغطة على بيت الأصدقاء بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو العصبية أو الانفعال وهذا الإشي ممكن أنه يزعجك من بعض الأصدقاء أو من تصرف صديق معين حاول أنك ما تتجاوب مع هاي الأمور وما تكبرها كخلاف حاول أنه يعني شوي أنك أنت تمسك عصابك أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد وبدعمك بقوة وممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال أو المهام وفي منكم ممكن حتى أنه يسترد بعض الأمور اللي إله وينجز أعمال ضرورية ويهتم بشؤون صحية إيجابية برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر حاذر الخلافات وما تضخم الأمور بتبدو مرهف الحس عندك نوع من أنواع التوتر خلال هذا النهار بسبب لك نوع من أنواع القلق حاذر إثارة العدائية والبلبلة مزاجك شوي متقلب فيه نوع من أنواع العصبية ممكن تثير النفور للأشخاص اللي حواليك طبعا السبب أن القمر موجود مقابلك مباشرة في بيت الشراكة فهذا الإشي دائما بضعف الطاقة وبيخلي فيه طاقة سلبية كبيرة تكون موجودة وبكون الواحد بده ينتبه لصحته في هاي الفترة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف طاقتك ضعيفة بحاجة أنت لأنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عالية جدا عشان تقدر أنت تتجاوز الصعوبات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور يعني فيها نوع من أنواع الضغط المالي أو التزامات أو بعض المصاريف في منكم ممكن يحصل على بعض الأموال خلال هذا النهار كرواتب أو مستحقات أو من عمل إضافي ولكن بده يحذر من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد جدا على مستوى النقاشات والاتصالات والتواصل مع أشخاص وممكن حتى على مستوى الامتحانات يكون جيد ولكن برضو بدك تعتمد على الحضوض بدك تدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيسبب لك نوع من أنواع النفور أو العصبية اللي بتصير من خلال البيت إما أخطاء أو بعض الأشياء اللي بتجد على المنزل أو بعض الاستفزازات من أحد أفراد العائلة حاول قدر الإمكان أنك تهتم بالأشياء الأساسية إنجز المطلوب منك وحاول ما تتجاوب مع أي ضغط عائلي أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور تقريبا العاطفية جيدة بتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو مصالحة أو ممكن تبرير وجهة نظر أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف فيه ضغط على مستوى العمل عشان هيك ما بتقدر تنجز كثير من أعمالك خلال هذا النهار وفيه منك ممكن أنه يعاني من بعض الأمور الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد جدا بيدعمك بقوة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور إلها علاقة بالسفر أو أوراق قانونية يعني الأمور إجمالا إيجابية اللي عندهم امتحانات جامعية اليوم بينجزه بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه إيجابي بيدعمك في قوة وممكن برضو اليوم أنه تدعم أي شيء له علاقة بالسمعة وممكن تنجز بعض الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني بيتك 11 فيه نوع من أنواع الضغط هذا برضو بسبب لك نوع من أنواع الأرق إما بالقلق على صديق أو بتحاول تساعد صديق أنت ولكن أنه فيه مشكلة كبيرة بتتعلق ما بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وهذا بدعمك بقوة ممكن من خلاله أنت تنجز بعض الأعمال وتهتم بشغون صحية برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجياً إنجزوا فقط ما بوسعك من عمل دون المبالغة في الجهد الجسماني انتبهوا لغذائكم ومراحتكم أهم إيش إنك ماته من الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعي ظروفك الصحية كن دقيق ومنظم ومراعي لظروفك ومعنوياتك أما بالنسبة للبيت الأول فطاقتك اليوم متقلبة مزاجك متقلب خلال هذا النهار فعشان هيك لحظات بتكون جيد لحظات بتكون منزعج لحظات بتكون عصبي يعني بتتقلب النفسية عندك خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور على المستوى المالي يعني شيئا ما فيها نوع من أنواع الإيجابية ممكن تحصل بعض الأموال خلال هذا النهار ولكن بدك تحذر من المصاريف أو الدفعات للزيادة عليه أما بالنسبة للبيت الثالث فشايف الأمور برضو على المستوى البيت الثالث يعني شوية تمنحك نوع من أنواع العصبية حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية ما تدخل في نقاشات حادة انتبه أثناء القيادة إذا كان عندك امتحان برضو اليوم بدك تستعد وتدرس بشكل جيد ما تعتمد على الحضوض وإذا صار في أي نقاش حاد ما بينك وبين أخ أو جار بدك تمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف على مستوى البيت الرابع يعني مستوى البيت شوية الأمور يعني شيئا ما جيدة في نوع من أنواع التناغم اليوم في مسألة معينة أو تقارب ولكن ما بدك تترك الحدية إنها تخلق فجوة أثناء تعاملك أو نقاشاتك البيتية في منكم ممكن يهتم ببعض المتطلبات البيتية مثل تصليحات وترميمات أو بعض الأمور العائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو يعني ضاغط عليك على المستوى العاطفي حضوض ما تعتمد على الحضوض نهائيا خلال هذا النهار يعني الأمور البيت الخامس بيت العاطفي والحظ شايفوا أنا ضاغط عليك بشكل كبير أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع يعني متقلب بعلاقتك ما بينك وبين الشريك ما بين إيجابي وسلبي طول النهار ولكن في ساعات الظهر هي أصعبها اللي ممكن تحتد ما بين تعاملك مع الزوج أو الزوجة ممكن تحتد وتعصب فحاول إنك تتجاوز ساعات الظهر والأمور بتكون جيدة أما بالنسبة للبيت الثامن يعني تقريبا من قول روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن حاذر من المصاريف أو النفقات للزيادة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو حتى الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالدراسة أو المؤسسات التعليمية كلها الأمور جيدة حتى على مستوى العمل اللي بيشتغلوا في مجال عمل الاتصالات والمواصلات بتكون الأمور جيدة أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايفه جيد جدا على مستوى بيت السمعة فأنت بتقدر تدافع عن سمعتك اليوم وبتقدر تثبت جدارتك وممكن تنجز كثير من الأعمال بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه بيسبب لك بعض التوتر أو القلق أو ممكن أنك تنزعج من تصرف صديق معين فبيسبب لك نوع من أنواع ردات الفعل السلبية ممكن خبر عنه هو أن يكون هو في مؤشكلة أو بمأزق أو صار معاه ظرف قاسي أو ممكن هو معاك وإنت نزعجت من الموضوع أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور جيدة اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال والمهام وتقدر تهتم بشؤونك الصحية وممكن حتى تهتم بمسائل يعني شوي إلها علاقة بالعمل يعني تدعم وضعك العمل برضو خطولة الأمام بشكل جيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر